إلى جزيرة ليسبوس اليونانية يصل يوم السبت كل من البابا فرانسيس وبطرييرك القسطنطنية بيرثالاماوس الأول ومع رئيس أساقفة أثناء وعموم اليونان إيرونيموس سيزورون مركزا جمع فيه 2300 مهاجر ولاجئ تمهيدا لنقلهم إلى تركيا وفق الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وعن هذه الزيارة تقول أحد النساء ستكون رسالة إلى العالم تدعو لأن نكون جميعا محسنين القادة الروحيون سيلتقون طالبي لجوء وضعوا في مخيم موريا وعددهم 250 شخصا لقد وصلوا إلى الجزيرة بعد بدء تنفيذ اتفاق الترحيل ويقول أحدهم نحن نعاني هنا يجب أن يطلقوا سراحنا لا حياة لائقة لنا هنا لا نأكل بشكل جيد ولا نشعر بالسعادة جزيرة ليسبوس هذه تعتبر بوابة دخول المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا مراسل يورو نيوز الذي وصل إلى الجزيرة يقول البابا وبطرياركو الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أصر على زيارة ليسبوس لأسباب إنسانية بحتة لكن صورة هذين القائدين المسيحيين مع اللاجئين وبعضهم سيتم ترحيله قد تثير مجددا الجدل حول الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا Σταμάτης Γιάννησης